السلام عليكم أخوتي المغربة أخوتي المغربيات مرحبا بكم على قناة مامون بيبي عدت لكم من جديد أخوتي 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 وبعضلات قوية جدا 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 أراني أخوتي أخوتي سنبرامل لنغريب بشوية بشوية الحمد لله والشكر لله سنشكر الناس اللي تسولوا على الأخت ديالي أخوتي أخوتي الأخت ديالي ما زال في القبضة ديال المخالب ديال المجرم ناصر بوريطا خائن الوطن خائن الملك وخائن الشعب المغربي ناصر بوريطا وما زال في القبضة أيضا ديال القوي ويد ديال ناصر بوريطا اللي هو خليد وداني المخابراتي المغربي المجرم اللي تيقتل في المغاربة المهم أخوتي أخوتي تيرا ما عنا حتش خبار إليها ما عرفناش واش علاقية الحياة ما عرفنا ويلو ما عرفنا ويلو ولكن غادي نتصل بالسلطات ديال الفيليبين وغادي نقول لهم شكونا هو ناصر بوريطا وغا ندير لي شوها حيث ناصر بوريطا مغاش يحشم ما تشعرش تقلب هيكون هان يا ناصر بوريطا ديب ندير لك شوها ديبع عودها دوك مايبقوش يجاوبوك المهم دابا جيت باش نقول لكم أخوتي 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 أشنو كين رأى ناصر بوريطا أخوتي 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 رأى حماق نزل عليه الحماق ورأى خاصو يمشي لسبطر الأمراض العقلية علاش لأنه بعدما محكمة العدل الأوروبية أعطت صفعة قوية ديال الكاو دربة قوية ديالكاو الاقتصاد المغربي ناصر بوريطا قال لك ما تهموش تكشي وما معنيش بالأمر طبيعة الحال ناصر بوريطا ما معنيش بالأمر ناصر بوريطا معنيغة بالفساد فقط فساد يعني الفساد يعني الزينة فأنا غنفسر لكم دبا شنو كين كسر من 50% ديالتصديرات ديال المغربي تجي من المنتجات ديال الصحراء وأوروبا هي رأكمشتو فيها مع تشحل من دولة المهم أنا ما عارفاش بالطب تشحل من دولة ولكن فيها بزاف ديال الدول وتيستوردو وهما أكبر مستريد لتيستورد من المغربي لأنه بهم بزاف فهذا الدول هادو قرروا عن طريق المحكمة العدل ديالهم لتتمتلهم قرروا أنهم جميع المنتجات اللي تجي من الصحراء ما ياخدوهاش صافي يعني كتر من 50% ديالتصديرات ديالتصديرات ديالمغريب ما غتبقاش تخرج الأوروبا تجاه أوروبا فهذه دربة قاضية للاقتصاد المغربي هذه دربة ديالجلد الاقتصاد المغربي اللي غادي تدمر الاقتصاد المغربي فتيجي بوريتا عن قرار من الوزارة دياله تيقول حنايا ما معنينش بالأمر لا يهمونا بوريتا تيقول على أن الدربة القاضية للاقتصاد المغربي ما تتهموش ما تتهموش ايو شنو تيهمك بوريتا شنو تيهمك يلا مني هدي ما هماتكش شنو تيهمك فاختي اخوتتي بالنسبة للناس اللي ما عارفين شنا هي هذه كل قرار للتخداث محكمة العدل الأوروبية فراه هي هدي أنا فسرتها لكم الأغدابة بوريتا يعيش في حلم ويبيع للمغاربة الحلم دياله اللي عيشوا فيه قليكم بأن محكمة العدل الأوروبية شكل والدول شكل وهي رأى محكمة العدل الأوروبية تتمثل الدول الأوروبية وهنا غنعطيكم نتال سهل مال هدي أسرة تتكون من أب أم أخ أخت عم عم جدة خالة خال إلى آخره جاء واحد يخطب من عندهم بنتهم رفضوه ترفض ما بغاوش يعطيوه بنتهم هدك اللي مرفوض عاش غيمشي يقول ششيو هديك العائلة راهي غايقول هكا هديك العائلة رفضاتني ولكن أباها أمها وعمها وخالتها واختها واخوها قابلين عليا وهي أنت مريد نفسانيا من يرفضوك يعني أباها أمها ما بغاوكش أخوها أختها وعمها وطاصلتها كلها ما بغاوكش اجتمعوا وقالوا ما بغيناش هادك وجينتا تقول لا راهي العائلة رفضاتني ولكن باها رباغيني وما بغاني واختها بغاني واخوها بغاني وقدرتي لا وهي هدي ديفا ديا البوريطة للمحكمة العدل الأوروبية لتتمث جميع الدول الأوروبية مني رفضاتة اخرجتي يقول لا راهي المحكمة أما فرانس راباغية وهالدول الخراباغية والدول استيراد ورغل محكمة العدل هي اللي ما بغاتش وهي انت مريض هي انت مريضة بوريطا على هذيك محكمة العدل ديال الاوروبا دارت هذك شي من ديتها الرأسها هذي كرة تتمتل الاوروبيين وهذك المحكمة العدل الاوروبية هذوك القوضات اللي فيها رغم هذوك الدول اللي انتية تقول بانهم راهم معاك انت هذوك اللي انت تقول معاك انت راهم اللي رفضوك دا بفهمتي ولا ما فهمتيش بوريطا وبارك ما تحلموا وتبيع الحلم المغاربة را المغاربة رواعين فاختي اخواتي اوروبا مني صدعون بوريطا اعطاوها رفض رسمي عن طريق المحكمة العدل ديالهم اللي تتمتلهم صافي اتشيلي كين صافي صافي تتسحب لك را يدرتي الحجيب وعلقتي معاك را غادي صافي كل شي تمشى هانت اللي حد لانا انت شتي كل شي تحاجة ممشية اختي اخواتي اخوتي اخواتي هاد القرار هاد ديال المحكمة العدل الاوروبية بوابا الصالح بوليزاريو بوابا الصالح البوليزاريو هاد القرار هاد بيه هما غادي يمشيوا الامم المتحيدة باش يحاولوا يقولوا بان بغاوا استقلال كيمة يقولوا هما ها الكلام ديال الحاخام اليهودي اخوتي اخواتي رجعوا لصفحة ديال الحاخام اليهودي را عاد حط هدي اربعي ايام واقيلة تيقول فيها بان را هاد بوليزاريو غادي يكون عندهم اعتراف الدولي الدول من الدول وبان القضية را غادي تبدأ تسعب على المغرب يلا هو قالها اربعي ايام من بعد هانتو مشتوا القرار ديال محكمة العدل الاوروبية بان هاد السنتين هدي الجاية غادي يكون غايكون صعيب على القضية ديال الصحراء سيروا شوفوا التدوينة ديال الحاخام اليهودي انا غادي نحط لكم صندق الوسوس حتى عالق لاباش دياله باش تدخلوا وتشوفوا التدوينة مادش لنقدر نقول لكم وبوريت اخوتي اخواتي علاش علاش فاشيلة في السياسة الخارجية المغربية علاش علاش غادي تكليكيوا على واحد الرابط وغادي تعرفوا رابط التاني وغادي تعرفوا علاش بوريت ايو مارسوا الحب عن طريق شات في وقت الاجتماع اللي عندو مع الوزارة سد اللي كنينشات دياله سد ستيلو دياله حطو على الليمن وقبط البوغطابل دياله وغاستي مارس الحب عن طريق شات ودنيه حمر وجوه حمر مزنق وصيد عيني مش قلبين وحالته حاله وغاستي مارس شات والوزارة اخرين كلهم حلين كتيباتهم وكلهم خدامين إلا هو فمن طبيعة الحال غادي سقط المغرب في سياسة الخارجية اللي يكون بارتاج والسلام عليكم